بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى أله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يتلقاكم في كامل الصحة وأتم العافية إن شاء الله اليوم سنشارك معكم الريب دي المحلبات بطريقة جد جد مبسطة وما فيهاش كتر التعقيدات فما تنسونيش من اللايكات ديالكم اللي كتشجعوني بها فقط لتشجيعكم سنقول لكم دائما وشكرا لكم واللي بقي من ضمن القناة كان نقول له مرحبا والف مرحبا ونبدأ بسم الله على البركاته الله مهم بريز بهذه الخطوة الأولى اللي هي اخذت هذه الجبانية هذي أو هذه البوطة هذي اللي محكمة الإغلاق كنوريها لكم بالنسبة لي أنا اخذت هذه اللي غدت تهزليها استدية الكؤوس فجبت البلاستيك الغذائي وكان وضعه في قلب منها وكان خليه خارج من الجنب كنوريكم طريقة كيفاش درتورني كنخليه خارج من الجنب اللي هي وغير نخليه من هذي جيه جبت واحد المين ديال اللي طويته كانت وعلي الجوج واللالة ثلاثة مهم كان ديره في القاعدة ديال هذي هذي البوطة ودرت الكؤوس مهم ادرت هذي الكؤوس هذي هذي رمك برنشي شوية بالنسبة للمقادير خديتي ترونس الحليب وخديت جوج ديال الياغورت هذي فئة 110 جرام ومن الاحسين يكون هذا اللي عاقد وحتى شياد الفاني غلي باش نزيده نحسنه قضية الفاني منتنا اخذي ترون تماشته اللي هم جوج كراطن وتنذير المهم انا درت كلها نسيترو درت له مع القضية للسكر سانيده نحاوله اننا بندرش حلوه بزاف باش مكي يخسرش لنا هذي الرايب كنحرك هون وضعها مباشرة فوق البوطة وشعلت عليه باش قد يغلي سوف نكمل معاكم الناس الاخر نسيترو درته في هذي الكاسر هنا عفوا وغادي نضيف دوك الجوج كاك ديال الياغورت من الاحسن يكون هذا العاقد هذا نولي نكرر عليكم لان هذا هو بشكت نجحلين الوصفة من الاحسن وضفت هذي السكر فانيلا انا قلت لكم غير تحسين التوقع وصافي المهم كنخلطهم في هذي الكاسر هذي وراهم كيف قولينا تكتو لا اكيد كندوزوا الحليب ديالنا هو بدك يدير داك دوك البوايقات ليف الشناب يعني بدك يوصل لمرحلة الغلايين مهم غير غادي 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 نطفع عليه انا قلنا نوريكم المرحلة بمرحلة ومعلينا اللي انتبعوا هذي الطريقة هذي باش ينجح لنا انتم مدى ببداك يغليصها في غنطفع ليه وغادي ندوز مباشرة غادي ننضيف له ذاك النسيطر اللي معه الياغورت وكننحرك مزيان انا كنضيف وانا كنحرك باش هكا كي ينساجمو ذاك المكونات مزيان وكي مشتو مازال ذاك الكتل اللي في ديال الياغورت فعمل احسن انا ننصفاوه باش كنتفادوا ان ذاك اللي لامشة بقى لنا هذي شي كي بقى الضيب ما كي ننجح لنا كي يخسر ويمكن حاولوا نصفاوه باش ذاك حتى ذاك الفرارات الحليب ما تجيش فيه انا غا نوريكم تنحاول انني نصفاوه باش نوريكم هذي شي اللي في الصفاية انتفاداوه انا نجيبو لكم نقربو لكم هذا من الاحسن نصفاوه فاخديت البواطر اللي وضعت فيها الكووس كما كتشوفوه وبديت كان خويذك الرايب في الكيسان نحاول انني منفيدهم باش ما يخرش لي من الجنب ديالهم مهم غادي نعمرهم كاملين مهم احسن نوريكم طريقة ساهلة ما كان نحتاجوا فيها لا تنجرة الضغط ولا فرا نديروه يسخنوا و نديرو فيه ولا اننا نسخنوا الماء و نديرو فيه سهلة ماهلة كناخد البابي ابسوه او هاد ورق المطبخ درت جوج دوبلته و درته من الفوق باش هاد ورق هذا كي يساعدنا باش يمتص لنا ذاك البوخار اللي تيطلع يعني ذاك الفابور اللي تيطلع من الكيسان يمتصوا هذا ما كيوليش يرجع في الكيسان باش ميديرش الماء كي يجينا الحليب او عفوان الرأي بعاقد دخلت لدوك الجنيبة بواسطة السيكين يعني ساعة السيكين و كما اشتردت ذاك القنط ديال البلاستيك الغدائي و سنرد الجيهة الاخرى و كنحاول انني نقادد كي يجينا ذاك البلاستيك يجي ضاير عليهم مزيان و حسنا ما تنخليلهم لشي بريسة منين يخرج دك السخونية ديالهم ديال 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 دك الحليب المهم بما اننا ننخلطوه مع هاداك باردك يدخلونا درجة حراريا و كي تكون يعني دافيا شوية ماشي دافيا و لكن ماشي سخون بزززززززززش يعني القدار اللي ندري فيه للدينا و ماهو محرقناش و الذي ادرت من فوق البلاستيك الغدائي كي ماشت و و عدرت الغطاية ديال ديال البواطا ونصدها مزيان ونحاول انني ما نزعزهاش بزاف لانه مش ميتهرق ليش داك الحليب الداخل ونجيب فوطة او الى كانت شي ملايا او شي حاجه اكد الكاشمير مهم شي حاجه غلا يضع اللي اللي وفي هذه البوطة ونصد عليها من داك الجنب ونجمعتها الجناب ونرد عليها الغيطاء مزيان كما تشك نلويها مزيان في ذاك الفوطة ونجيب بعض وثاني واحد البلاستيكة واحد الساشي داك البلاستيك اللي كيدجمع ونرد عليها فيه هانتوما ندير ذاك البوطة في قلب هذه البلاستيكة ونحاول انني بشوية باش ما نمشيش نهرق ذاك الحليب اللي الداخل عفوا انا يعني اللي غايو اللي رايب لنجبدل هذو كل ودينات ديالها بشوية صافي من بعد ما قديتها في ذاك البلاستيكة غادينا قدها وغا نخليها غايت ما في ذاك البلاستيكة في المطبخ غاديبات تسمى لان هذا بليل وصبحي ان شاء الله غادي نوريكم القوام دياله صافي غايف ذاك البلاستيكة غاديبات غادي مهم غيب الحرارة ديال المطبخ مهم هادا الصباح غادي نوريكم الرايب ديالنا كيفاش صباح مهم كنحلها داب دابا خانزي هزاها ماشي مشكل لان نارا هم لان نارا ها قد يعني ما نخافش دابا نازع ما يقولوا يتهرق لا انا تنفتح معاكم باش تشوفوا مباشرة انه ما كيحتش يعني كتر استقيدة كنحيدو ديال بلاستيكة ودك الوراق راتي واللي فازق والعرق وغادي نجبدو الكؤوس ديالنا انتو ما شوفو ما شاء الله ضغية ضغية كيوجر يعني با ما كان كترولو لا يعني انتو ما شفتو ما درتلو لا ما لا تشي حاجة ما صخنتو في الفران موالو وخرج الالتشكل هاكا انتو مخاطط قلب الكاستي بقشاد فيه مواما نتنوريكم بعد ما دخلتو لتلاجة برت شوية باش غادي نوريكم يعني القوام ديالو هانتو ما كنوضعو غي هاكا بعد نوري نوريكم واحد اخر نتقلت الفيديو باش تشوفو بانه ما كنزل متش حاجة الاخر هانتو ما راح تنكي جي رائع وطريقتو ساهلة مهلا وخاتكن يا اختي او يا سيدتي اول مرة كتديري هاد الرايب كوني على يقين ان مليون في المياه غادي ينجح معاك ولو وصلتو الهنايا ولكنت اول مرة كتشاهلي القناة اختي او سيدتي من سيجديري لايك وكذلك تنضمي القناة بالضغط على المربع الاحمر وتفعلي الجرس باش لي ما توصلي بالجديد واكيد اكيد هاد الرايب هادا غادي ندوق معاكم باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي هانتو ما كيجي عاقد وهذا دليل على نجاح الوصفة فالاكنت اول مرة غادي تصيبها اختي كوني على يقين انك صوبي بتغمض العينين سفي هنا وصلنا النهاية لفيديو وغادي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته